لازم نتعاون كلنا المرحلة القادمة مش هتحتاج كلها دي شغل وحده يعني الحكومة مع القطاع الأهلي لازم ننصق مع بعض ونشتغل ده اللي مدي حضرتك كجزء من التفاؤل بما قادم طبعا لا والنسبة للتفاؤل لأنه مثلا الحوار الوطني يعني حد بيقول انت بتفاعل ليه قلتوا أولا أو انت ايه الضمانات زي عاليكم سأل في الأول ايه الضمانات ان الرئيس هو اللي داعي للحوار الوطني وان الرئيس اما جيه في الكلسة الفتاحية وبعت رسالة ايه قال انا حشارك في جلسات الحوار الوطني للجلسات الخدمية ايه وهتلقى التوصيات ايه فظلنا ما رئيس الدولة يقول انا حوص على التوصيات وعايز التوصيات دي ضمانة اما لا رئيس الوزراء وانا شخصيا ما كنتش عارف ان بيجي الجلسة الفتاحية رغم ان انا عود مجلس امانات ومعها عدد من الوزراء المعنيين وييجوا يحضرون جلسة الفتاحية فدير السيلة لمجلس امانات الحوار والحوار الوطني ان احنا جدية وفيه جدية ومحطات معي يعلاقة بالسلطة التنكيزية اه طبعا مهم جدا اما لايه اطياف المجتمع المصري كلها موجودة يعني ووزة من احزاب موجود اللي لم يكن كلها ليه كل واحد اللي هو عايزه بالضبط كده وده حقه وده نهو ده الرأي والرأي الاخر ونحن ما اتفقنا ان جلسات الحوار الوطني زي ما حالك عارفة الترتيب هيبقى تلت ايام اي حد وثلات وخميس كل يوم هيبقى اربع جلسات اي الجلسات دي العدد فيها في كل جلسة او في كل لجنة في حدود تلاتين بانهم التلاتين صحاب المخترحات اعضاء مجلس الامناء المقرر ومقرر المساعد والخبراء والمتخصصين مجالات المختلفة نعم وطبعا الحكومة اذا ما رغبت او استدعيت انها تحدث اه اذا تيجي انا بات